إذن نحاول نكمل ونشوف كيف ممكن نعمل 8 bit comparator باستخدام 4 bit comparator اللي عملنا قبل شوي فننفرض أنه فيه عندي 4 bit comparator الأولاني حطينا عليه low significant 4 bits واجينا على ال comparator الثاني وحطينا عليه الأربعة bits العلويات للرقمين احنا حطينا اسري هذه لعندي A7 وهذه B3 B2 F1 B5 B6 B7 إذن عندي بقية البت سبعات الB هون وبقية البت سبعات الA هون العلويات وهذا برضو بعطيني ثلاثة functions A أكبر من B هذا بيقارن أربعة بيت العلويات وA تساوي B وA أقل من B الآن بدي أعمل دائرة من هذول الاثنين بحيث أعمل الفونكشنز اللي بتقارن لي الـ A كاملة مع الـ B كاملة الغير اللون B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 حطينا الأربعة على كمبراتور العلويات وحطينا السفليات أيضا على كمبراتور ثاني الآن من الفونكشنز اللي طالعة من هون بدي أعمل function بعطيني الأي أكبر من بي أو الأي أقل من بي أو الأي تساوي بي function من بحيث يقارن للثماني بيت مع الثماني بيت الآن إذا هذا اللي هون أعطاني إنها الأي أكبر من بي يعني الخنات العلوية للـ A أكبر من الخنات العلوية للـ B هل في داعي أطلع عن اللي هون هل في داعي أطلع عن السفليات إذا هذا أعطاني الأي أكبر من بي إذا الأي أكبر من بي هون هل في داعي أطلع عن اللي هون دا إذن النتيجة عندي إنه هذا الآتبوت اللي هون إذا كان يساوي واحد معناها A definitely أكبر من ال-B هاي أول حالة طيب متى بتطلع على الخانات السفلية هاي ل-A أكبر من B متى بتطلع على هذا إذا تساوى هذون فإذا كان ال-A تساوي ال-B العلويات متساويات لو كان ال-A هون يساوي ب معناته باجي بتطلع على الخانات الأقل فإذا ال-A هون أكبر من B معناته الاي اكبر من بي فباجي بقول اذا تساوى الاي مع البي وكان عندي الاي هنا اكبر من البي بالسفليات يعني مع بعضهم هذولا الكوندشن معناها الاي رح يكون اكبر من بي اوكي يا شباب واضحة كيف اعملنا الاي اكبر من بي واضحة طيب متى بكونوا متساويات اذا تساوى هذا ما حال يعني السفليات متساويات والعلويات متساويات معناها الاي تساوي ومتى بكون الاي اقل من بي اذا هذا كان اقل او تساوى الخانتين السفليات العلويات افوا تساوى الخانتين العلويات هذول هذول كان عنده تساوي وباجه بعملهم مع الاي اقل من بي هون وهيكا بكون احنا اعملنا الاي اقل من بي طيب اذا انا رح احتاج جيتس علشان اربط هذولا التو اي سيز مع بعضهم حتى اعمل الفونكشن لثماني بيت مع ثماني بيت الاخوان اللي بيصمموا الدوائر يعني عندهم بعد نظر فقال لك احنا لا بدنا نيجي نحاول نحط الجزء هذا نحطوه في واحد من الاي سيز وهذا الاي سيز بدل ما يكون لها فقط الثماني امبوتس اللي بيمثل الرقمين يكون لها ثلاثة امبوتس اخريات هذولا كأنهم جايات من خانة علوية فرم هير بيتس فرم هير السيج وهذول راح نسميهم اي اكبر من بي واي تساوي بي واي اقل من بي يعني هذول راح يكونوا جايات من الآت واتبع مرحلة سابقة وهذا في النهاية بيعطيني النتيجة ما علي الا اربط المرحلة السابقة مع المرحلة اللاحقة وضحت الفكرة هلو يا شباب وضحت وضحت دكتور الآن الدائرة هاي اللي عملناها قبل شوي كانت خارج الاي سيز بدنا نحطها داخل الاي سيز بحيث اني اجي اربطهم كالآتي اجي اقول بدي اجيب الخان تي الخانات السفلية في الاول اربط ال اي ثري وال اي تو وال اي وان وال اي نوت مع ال بي ثري وال بي تو وال بي وان وال بي نوت واجي افترض انه كأنه في خانات سفلية متشابهة متساوية احط عليهم زيرو وان زيرو يعني ان الاي اكبر من بي افترض الستيج اللي قبل الاي اكبر من بي اي تساوي بي واي اقل من بي هذول اموتس وفي عندي هون اتبوت لا اي اكبر من بي اي تساوي بي واي اقل من بي اللي بدأ ساويه راح نصير ناخذ هذا الاتبوت نحططه على المرحلة اللاحقة فبنجيب على كمبرة الثاني وبنحط الخانات العلوية اذا هون مثلا ال اي ثري لل اي زيرو هون بنحط ال اي سفن لل اي فور نفس الاشي ال بي ثري لل بي زيرو هون بنحط ال بي سفن لل بي فور والنتيجة النهائية بتكون من هنا اذا بدنا نفكر نشوف كيف راح نربط ال اموتس هذول طبعا اذا فيش مراحل قبل هي بنحط ال اموتس كأنه في مرحلة سابقة متشابهة في هالداتان اذا انا ممكن اعمل كاسكيد لتولف بيت عن طريق اضيف كمان خانة ثالثة وهلوم مجر لسكسين بيتس اضيف كانة رابعة انسون اذا هذا الموجود في الحياة العملية في الواقع في الحياة العملية الكمبراتور اس كاسكيدابل انه بالامكان استخدم اكثر من واحد عشان ازيد عدد البيتس اللي بدي اقارنها فكر يا شباب انا انطيتكم فكرة كيف ممكن نعمل الدائرة فكر كيف تبني لي بحيث اربط من الهير باتجاه الـ الان انت عندك طريقتين يا بتربط من الـ للهير يا من الهير للـ فانت مطلوب منك كيف الدائرة الداخلية هذه اللي هي رح تربط هون مع الـ الاتبوس اللي رح يجوك من الجزء احنا عملنا هذا الجزء اللي بنطيني اكبر وقل واساوي فهذولا بدك تربطهم بحيث انه يعطوك النتائج اللي شوف احنا قلنا لكم كيف منعملها ففكر في الـ هذه كيف تبنى موجودة في الحياة العملية وبإمكانك تشتريها من السوق بسموها الماغنيتويد او 4 bit ماغنيتويد كمبراتور وهي يعني بإمكانك يعني تجيب ثنتين وتقارن ثماني bit تجيب ثلاثة تقارن اثناشر bit تجيب اربعة تقارن ستاشر bit and so اوكي يا شباب ماشي اوكي فكر فيها بجوز يجيك في الامتحانة هذا السؤال طيب كم بقية من الوقت ثلاث ثلاث دقائق طيب نكتفي بهذا القدر ما بديش أتكون في موضوع جديد يعني بكف اليوم محاضرة على الماغنيتويد كمبراتور وعطناكم أفكار كيف بنعملها كاسكيدابل ففكروا فيها والله يعطيكم العافية قبل ما نروح بالله الحاضرين خلينا نشوف الحاضرين عندكم بين الحاضرين participant وينهم participant هيرفعوا لي أصابع حمتى أشوف في ناس كثير تركت في ناس كثير تركت المحاضرة لا حول ولا قوة إلا من خير إن شاء الله الله أعطيكم ورعا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر